بعد التوتر بين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونواب بعد الكلمة الحادة التي ألقاها الخصاونة في الجلسة السابقة للمجلس والمتعلقة بدعم المحروقات هدد نواب بطرح الثقة فيها إذا لم تبدي حسن نواياها في حل أزمة قطاع النقل وأسعى للمشتقات النفطية الحكومة هي بواد ومجلس النواب بواد الحكومة لا تتارف بمجلس النواب نهائيا ولا هناك أي تعاون ولا أي تشاركية وبالذات رئيس الحكومة الموجودة يعمل لوحده وعمل مفرده بدون رجوع لمجلس النواب أو يسمع اختراحات مجلس النواب في حكومة الآن الحكومة لا تملك من أمرها ولا قرار إليها والحكومة لا يوجد لا تعاون ولا تشاركية كل حكي فاضي وبالتالي ما ارتكب وما صرح به رئيس الوزراء بالأمس الغريب إنه 500 مليون ترف هذا كلام خطير جدا لا يجوز أن يصدر عن قرار رئيس دولة النص الدستوري تكفر الدولة الطمأنين المواطنين وتكافر الفرص والعدالة الناس جاعت وعطشت وبرد والبرد قارص والناس في الصيح بالشارع في الصيح تعطلت كل مرافق الدولة الآن والأمر في ازدياد والحكومة ووزراها مش متنبين لما يجري في الساعة هذا أمر الحقيقة مقلق كلام مجلس النواب تحت القبة بالأمس القريب كان رسالة للحكومة وإذا الحكومة لم تستجب لنداءات فهناك مذكرة خطية موقعة من 62 نائب لعقد جلسة في هذا الخصوص لمناقشة موضوع عدم اتخاذ قرار حاسم لمصلحة قطاع النقل وتخفيض الأسعار وشابه ذلك سيد احنا بنمثل الرقابة على الحكومة وإذا كان فيه أي إخلال لدى الحكومة احنا مطلوب منه نراقبه ونسأل الحكومة عن هذا العمل كحكومة يعني تعاون مية بالمية معدوم فيه كم وزير لهم الاحترام والتقدير يعني بقدروا ظرف النائب وبعرفوا شو حاجات النائب وشو مشاكل النائب بمنطقته وإحنا بنشير قاعدين الهم على حساب صحتنا وحساب سهارنا وحساب أبنائنا في سبيل نخفف على المواطن ونتحمل الأزمة من الحكومة في بعض وزراء جداد هذول على وزاراتهم روحت اليوم على وزارتين حاط على المصعد كود نمبر من منعه تدخل على الوزير اللي لابدك الكود نمبر يفرض يجا مواطن مظلوم بده يروح على الوزير لا بيعرف لا كود نمبر ولا بيعرف أرقام حتى أنا ما بيعرفش الأرقام الكود نمبر قال لي لا هذا الأسنسير خصوصي للوزير أين التعاون اللي بنادي فيه سيدي صاحب الجلالة ما فيه تعاون لابدك فيه تعاون غير صادق ما فيه تعاون فيه كم وزير بالحكومة عندهم كل احترام والتقدير مثل معالي إبراهيم الجازي مثل معالي توفيق ريشان وكم وزير أما فيه وزراء جايين هيك عبئي يعني ما يعني احنا كنا نشعر بالزمنات عن وزير الدول الشؤون السياسي والبرلمانية كان له مكتب هون نقعد معه هون نحطيه ملاحظاتنا نحطيه أراقنا نحطيه كل شيء الآن هذا العدم ما فيه منه الكلام نحن لا نريد أن نتحدث بإطار الشعبويات حتى أنه نرضي الناس ضمن صرخات قد لا تؤتي أكلها نحن نريد أن نتحدث بموضوعية ويجب علينا أن تكون المشاركة من أجل أن نحصد ثمار المسؤولية المشتركة التي كنا قد اجتمعنا هذا اليوم على أن نؤسس لعلاقة ترتبط بتحمل المسؤولية كل شخص يتحمل المسؤولية باتجاه الآخر وقبل أن نحاسب الآخرين يجب علينا أن نحاسب أنفسنا أولا ثم أن نتجه إلى الآخرين بإطار النقد الذي يواكب حركة التاريخ بالفهم العاقل وليس الناقد الذي يقف أمام الجماهير من أجل أن يكون أن يثير الشغب وأن يثير الغضب والله يخلي هذا للمكتب الدائم يجاوبوك شكرا كل نائب اللي تعاملوا مع الحكومة السيد النواء للحكومة تتعامل مع النواب كل احترام وتقدير والنائب اللي موقع الدحال اللي هو الشكور نائب إذا كانت الحكومة مع نائب أو ثنين أو ثلاثة لكن النائب هو يفرض احترامه على الحكومة والحكومة يجب أن تحترم النواب بأي شكل من أشكال إحنا نائب نواب أمم مشرعين إلا سلطة بموجب الدستور تشريع ورقابة على أداء الحكومات فبالتالي النائب تسعين بالمئة من شخصية النائب هي شخصيته الشخصية الدار يتعامل مع الحكومة بمرونة إذا كانت الحكومة إلها سين صاد على النائب ففي إين وصلت النائب من خلال طرح التقى بالحكومة في مناقشة الحكومة في طرح السؤال بالحكومة وإين ما لذلك لكن كيف تتعامل معناه هذا السيد ترجع بعض النواب يجب أن تحترم النواب غير متعاونة مع مجلس النواب تصدر قراراتها ما فيش تنسيق بين مجلس النواب يعني بعكس توجهات جلال السيدنا أنه لازم يكون تشاركية ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن هذا لغاية هذه اللحظة غير موجود لدينا نواب امتدحوا تعامل حكومة الخصونة معهم مشيرين إلى عدم قدرة الحكومة على تلبية جميع المطالب لأنه ليس بيدها حيلة على حد تعبيرهم لا نضع كل اللوم على الحكومة لأن الحكومة بعد مرات تتهرب من النائب للوضع الاقتصادي وما فيه إمكانيات تستطيع أن نتمررها من خلال النواب هذا بس ولا الحكومة ما شاء الله إليها لو كان بديها هيش بيقدم لكن ما فيه إيش تقدمه حكومة كأي حكومة أخرى علاقتها مع النواب كون تخضع لرقابة نيابية من النواب تكون علاقة يعني مش كمية بالمية لكن هي علاقة تشاركية والأصل إنها تكون تشاركية والأصل فيها يعني سواء النواب أو الحكومة يكونوا علاقتهم علاقة جيدة وعلاقة علاقة محترمة لكن نحن الآن علاقة الخدمات علاقة معدومة بالنسبة إنا وبالنسبة للحكومة لأنه أوامر الدفاع الآن هي التي حتمت على الحكومة تقليص خدماتها للنواب فما بيدي الحكومة تقدم خدمات وفاقد الشيء لا يعطيه علاقة الحكومة مع النواب تشهد تذبذب بكثير من المواقف ونحن ننادي كنواب على الحكومة أن تستمع للنواب لأن النواب هم نبض الشعب وأتوقع أن الحكومة راح تتعاطى تعاطي إيجابي بالأيام القادمة مع ما يطرحه النواب لأنه بنهاية المطاف نحن نعمل لمصلحة وطن ولا نعمل لمصالح شخصية وبين التوتر بين الحكومة والنواب يبقى المواطن هو الطرف الخاسر لأن يد الجميع تمتد في محصرة الأمر إلى جيبه